موسيقى صباح الخير شكرا أستاذ سمير حقيقة أنا موضوعي ليس اقتصاد وليس اقتصاد سياسي إنما هو في العلوم السياسي وممكن ربما شوية علم اجتماع سياسي عنوان الورقة سوريا ما الذي تبقى من الدولة الهشاشة في ضوء العلاقة بين الدولة والمجتمع حفاظا على الوقت رح حاول اني التزم بالبرزنتيشن قدر الامكان مشان ما ننطول اكثر من الوقت المسموح هذه محتويات العرض مقدمة بعدين منهجية الدراسة اطار نظري وتعريفات مؤشرات هشاشة الدولة في سوريا بالاضافة الى خاتمة طبعا نحن كل اياتنا بنعرف ان الدولة هي من اكثر المواضيع او اقدم المواضيع اللي تم دراستها في مجال العلوم السياسية لكن ببداية التسعينات عفوا ونهاية الحرب الباردة شهدت العديد من الدول عدد كبير من الحروب الاهلية والانهيارات فبدأ يتم تداول مصطلحات جديدة في هذا الحقل من مثل مصطلح الدولي الفاشلي الدولي المفككة الدولي المنهارة والدولي الهشي طبعا نتيجة تأثر معظم يعني نتيجة تأثر الدولي الهشي او الدولي الضعيفي او الدولي الفاشلي هي فقط لا تؤثر فقط على بيئتها الداخلية وانما ايضا لديها انعكاسات على بيئة الامن ايضا الخارجي طبعا سؤال البحثي الاساسي للدراسي هو كيف تكون الدولي هشي وفق مقاربة علاقة الدولي بالمجتمع وإلى اي حد بالامكان اعتبار سوريا دولي هشي ضمن هذه المقاربة المنهجي الاساسي اللي اعتمدت عليها الدراسي تم الاعتماد على مراجعة معمقة للأدبيات اللي اتناولت هذا الموضوع اضافة الى المنهج التحليلي لربط واقع الدولي السوري مع مؤشرات الهشاشي وفق هذه المقاربة اضافة الى مصادر ثانوية من خلال التقارير والمعلومات اللي تم نشرها في عدد من الابحاث ومراكز الدراسات حول الاحصائيات اللي تخص سوريا في الجوانب الاقتصادي والاجتماعي عنا اطار نظري وتعريفات الدولي الهشي ايضا مصطلح اشكالي يعني لا يكاد يكون هناك اتفاق واحد على تعريف هذا المصطلح وانما يعني معظم التعريفات او معظم الادبيات يعني تتفق على مجموعة من السمات اللي تتوفر في الدولي الهشي من ضمن هذه السمات المؤسسات السياسية الضعيفة وغير الفعالي وغير المستقرة عدم القدرة على ممارسة ولاية قضائية على كامل اقليم الدولي ازمة الشرعي الناجمي عن توتر العلاقة بين السلطة وبين المجتمع او بين الناس اللي بتحكمهم بالاضافة الى عدد السكان غير المستقر والمنقسم مثل موضوع اللاجئين موضوع النازحين داخل الدولي المؤسسات المتخلفة لادارة النزاعات ما بيكون الدولي عندها قدرة على انه يكون عندها مؤسسات فيها نوع من الحوكم قادرة على ادارة مشاكلها الداخلية بالاضافة الى تفشي الفساد والفقر وانخفاض مستويات المعيشي وعدم الاستقرار طبعا انا هون بالدراسة رح ااخد تعريفين ومن خلالهم نحنا بنفهم مفهوم الدولي الهشي تتفق معظم المنظمات الدولية على تعريف لجنة المساعدة الانمائية تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي الذي يقدم التعريف الآتي الدولة الهشة الهشة لديها قدرات ضعيفة على القيام بوظائف الحكومة الاساسية وتفتقر الى القدرة على تطوير علاقات بناءة متبادلة مع المجتمع كما انها تعد ايضا اكثر ضعفا على صعيد الصدمات الداخلية او الخارجية مثل الازمات الاقتصادية او الكوارد الطبيعية طبعا بالدراسة يعني الدراسة بتتبنى تعريف جامعة كارلتون للدولة الهشة لانها اقرب الى الاطار النظري اللي انحما تندينه في الدراسة بتعرفها جامعة كارلتون للدولة الهشة بانها الدولة التي تفتقر الى السلطة الوظيفية لتوفير الامن الاساسي داخل حدودها والقدرة المؤسسية الادارية على توفير الاحتياجات الاجتماعية لسكانها او الشرعية السياسية لتمثيل مواطنينها على نحو فعال في الداخل او الخارج او الامرين معا طبعا ضمن هذه التعريفات او الاطار المفاهيمي هون نحن اخترنا العلاقة بين الدولة والمجتمع مدخل للتحليل هلأ مشان ما اقوص كتير بالليتريتشار واللي حكيته الادبيات عن هذا الموضوع لكن بامكاني باختصار ان اشرح هاي العلاقة هاي المقاربة بتاخد ثلاث مفاهيم اساسية من اجل ان نتقيس من خلالها مدى هشاشة الدولة او مدى قدرتها او فعاليتها في اداء مهامها المفهوم الاول هو مفهوم السلطة او السلطة الوظيفية المفهوم التاني هو القدرة او الكاباسيتي القدرة الادارية المفهوم التالت هو مفهوم الشرعية اي مدى تمتع السلطة بالشرعية داخل اقليمها طبعا رح نجي على هدول المفاهيم الثلاثة ونشرحهم ونطابقهم بالواقع السوري لحتى نحن نعرف سوريا إلى أي مدى تعتبر دولي هشي أو أكثر من هشي بالسنوات الأخيرة في حالي من الإجماع داخل وسط الأكاديمي على أنه هذه المفاهيم الثلاثة تلعب دور كتير كبير بأنه تعطينا مؤشر هام على مدى جودة أداء وفعالية الدولة ويسميها أيضا بعض الباحثين بالسلطة العامة الفعالية وهي المؤسسات التي تتولى ثلاث وظائف رئيسية الوظيفة الأولى هي توفير الحماية من التهديدات الخارجية وإدارة العلاقات الخارجية اثنين عندها قدرة على الحل السلمي للنزاعات الداخلية وثلاثة توفير وتشجيع وتقديم السلع والخدمات هلأ نحن مثل ما عم نشوف هون بهذا الدياجرام كيف عندي أنا وقت تكون هاي الثلاثة وظائف الأساسية اللي هي السلطة اللي هي القدرة اللي هي الشرعية عما تشتغل بشكل جيد عم يكون عنا أداء الدولي ماشي بشكل فعال عندما يقل أداء هذه الوظائف أو تعاني من بعض المشاكل ينقص عنا تنقص عنا يعني جودة أداء الدولي لمهامها وهذا بالتالي بيوصلنا نحو دولي أضعف فدولي هشي وربما فاشلي ومنهارة أو مفككي هلأ مشان ما أطول وحاول أني استفيد من الوقت رح روح مباشرة على إسقاط هذه المفاهيم الثلاثة على الواقع السوري هلأ أول شيء السلطة الوظيفية السلطة الوظيفية تعني يعني مدى قدرة الدولي على السيطرة على إقليمها الجغرافي ومدى قدرتها على فرض قوانينها اللي موجودة داخل حدود إقليمها بالمقارنة مع الواقع السوري يعني احنا كلهاتنا بنعرف هناك أكثر من يعني وفق حتى عام 2022 عنا أكثر من 753 قاعدة أجنبية داخل سوريا طبعا عنا العشرات من الميليشيات الأجنبية أيضا داخل حدود هذه الدولة عنا سوريا مقسمة إلى أربع مناطق نفوذ طبعا بالورقة أنا ببين بالتفصيل كيف أنه الدولة ما عندها القدرة على السيطرة على كامل إقليمها الجغرافي وكيف تتوزع إدارة هذه الأقاليم وشو هي السلطات أو سلطات الأمر الواقع التي تسيطر على كل إقليم من هذه الأقاليم وبالتالي هذا الفكرة الفكرة السلطة الوظيفية فهي مختل إلى حد بعيد في سوريا ضمن هذه المقاربة بالنسبة للقدرة الإدارية القدرة الإدارية يعني بتعني أنه مدى قدرة الدولة على توفير السلع والخدمات للمواطنين وتوفير البنية التحتية وتنفيذ السياسات تحقيق العدالة وجباية الضرائب والحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار والقطاع الخاص طبعا نحن إذا بناخد نظرة عامة عن الواقع السوري بنشوف أنه الدولة عاجزة تقريبا عن توفير عدد كبير من السلع والخدمات وشفنا أكثر من انتفاضة بال2019 وال2020 نمط هذه الانتفاضات كان نمط مختلف عن الانتفاضة اللي صارت بال2011 كان نمطها أكثر معيشي اقتصادي كانت شعاراتها خبز عيش إلى آخره فهذا دليل على أنه النظام عاجز عن توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين إضافة أنه نحن نشهد بشكل دائم انهيار في سعر الصرف آخره من كم يوم وصل إلى 8000 ليلة تقريبا للدولار الواحد هذا الشيء ينتج عنه تضخم هذا الشيء عما يجعل المواطنين أكثر فقرا وما عما يسمح لا الدولي أنها تقوم بدعم السلع الأساسية بنفس الوقت طبعا أسباب هذا الانهيار الاقتصادي عديد منها خروج مثلا بعض القطاعات الاقتصادية المهمة عن سيطرة النظام والنفط والغاز قطاع السياحة ما عنده قطع أجنبي النظام إلى آخره طبعا بالدراسة حاولت أني أرصد ميزانية الدولة في 2016-2020-2021 وشوف كيف دائما الميزانية عما تتقلص وحالة دعم السلع أو حالة دعم المواد الأساسية دائما عما تتراجع رغم أنه عم يزيد الرقم المالي لكن في ظل التضخم وازدياد وانخفاض سعر الصرف عما يكون أقل من العام وهذا دليل على أن الدولة كل مالها عم تتقلص قدرتها الإدارية على توثير هذه الوظيفة لمواطنينها طبعا نحن هنا بس أيضا شرط بسيط بيرصد الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 2010 حتى 2019 كيف كان كيف المفروض يكون لو ما كان في عنا حرب أو لو ما كان في عنا نزاع وشو هو خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمي اللي باللون الأزرق هو الناتج المحلي الإجمالي الحالي اللي باللون الأخضر أو الأزرق الفاتح هو الناتج المحلي اللي المفروض كيف ممكن يكون واللي بالبرتقالي هو خسائر ناتج المحلي الإجمالي التراكمي نتيجة سنوات الحرب طبعا بالنسبة للشرعية السياسية طبعا هي النقطة الثالثة اللي من خلالها بنقدر نقيس مدى فعالية أداء الدوري لمهامها هي تتعلق ما إذا كان المواطنون يشعرون أن للحكومة الحق في الحكم أو أنه في ثقة بينهم بين الحكومي بطريقة أو بأخرى يعني العلاقة بين هاي المفاهيم الثلاثة اللي دفعت يعني الأكاديميين إلى تبني هذه المقاربة من أجل قياسة فعالية الدول أنه هذه المفاهيم الثلاثة كل وحدي منهم بتكمل الثاني والعلاقة بينهم علاقة جدلية يعني على سبيل المثال حتى يكون للدولي سلطة تمام على إقليمها فهي لابد أن يكون لديها يعني حد أدنى من الشرعي وحتى يكون لديها حد أدنى من الشرعي فهي لابد أن يكون لديها حد أدنى من القدرة الإدارية على توفير السلع والخدمات والبنى التحدي وتحسين وتنمية المجتمع حتى هذا الشيء ينعكس على شرعيتها أمام المواطنين شرعيتها أمام المواطنين بتعطيها القدرة على أنه هي تمارس سلطتها على كامل الإقليم وأنه الناس يرضوا بالسياسات اللي بتشترحها هذه السلطة طبعا بالنسبة للشرعية رح أمر بس عرج شوي على بعض التصنيفات اللي بتخص سوريا في هذا السياق يعني نحن الشرعية في سوريا هي فيها أزمة كبيرة من قبل الـ 2011 من 1970 من نوقة انقلاب حافظ الأسد ثم في حقب التوريث الأسد بالألفين ثم بعد الـ 2011 تعمقت هذه الأزمة بالثقة يعني على سبيل المثال بتقرير عام 2019 احتلت سوريا المرتبة لقم 164 من أصل 167 دولة في مؤشر الديمقراطية بعد كل من الكونغو وكوريا الشمالية وأفريقيا الوسطى في تقرير عام 2020 لمؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية عن مؤسسة بيت الحرية سوريا أجت الأخيرة من 210 دول شمالها التقرير حصلت على معدل صفر وكان تقييمها في الحقوق السياسية نائص 3 وفي الحريات المدنية 3 طبعا المعدل يتم تقييمه من 100 وتوضع في 60 نقطة للحريات المدنية 40 للحقوق السياسية وهون لأنه ما بقي معي وقت لازم وصل الخاتمي طبعا وفق ما تم استعراضه أرجو أنك تختم وفق ما تم استعراضه أمامكم يعني نحن بنشوف أنه معظم سمات الدولي المفككي وليس فقط الهشي تتوفر في السياق السوري وبالعكس يعني بيشوف روبرت روتربرغ أنه الدولي المفككي أو المنهارة هي شكل متطرف للدولي الفاشلي وتتميز بغياب تام للسلطة وتصبح الدولة مجرد تعبير عن كيان جغرافي من دون شرعي داخلية أو خارجية يسود فيها انعدام الأمن وتنتشر تجارة الأسلحة والمخدرات وتظهر ميليشيات مسلحة تسيطر على مناطق داخل الدولي وكذلك الأمر انهيار السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية والأمنية والدولة غير قادرة على إدارة الصراع وفرض الأمن وغير قادرة على تقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير البنى التحتية الأساسية وعاجزة عن السيطرة على جزء كبير من أقليمها معظم السمات اللي ذكرها عن الدولة المفككة أو المنهارة تنطبق على السياق السوري هلأ بالنهاي يعني نحن لن نستطيع أن نخلص من هذا الوضع اللي نحن موجودين فيه أو اللي سوريا موجودة فيه من دون وجود سلطة من دون طبعا حل سياسي بالدرجة الأولى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق العدالي بالإضافة إلى أنه يساهم في تشكيل سلطة هي قادرة على السيطرة على كامل إقليمها هذه السلطة تكون قادرة ولديها المؤسسات اللي عندها القدرة الإدارية إنها تقدم السلع والخدمات والبنية التحتية لجميع المواطنين والشرط الأول والثاني لا يمكن أنه يكون بدون وجود شرعي لهذه السلطة تعيد بناء العقد الاجتماعي السوري وتضبط علاقة الدولي مع المجتمع من جديد بعد انهيارها بعد كل هذا الزمن شكرا أن يعطيكم العافية شكرا 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 شكرا